الاحتلال التركي استادف محطة مياه ويحرم خمسين قرية بريف عين عيسى شمالية سوريا من مياه الشر فروج مظاهرة في ريف ادلب شمال غربية سوريا للتنديد بالانتهاكات التي تمارسها هيئة تحرير الشام الإرهابية فقدان شابا لحياته تحت وطط تعذيب في سجون الحكومة السورية بعد ترحيله قصرا من تركيا مختلوا إصابة عشرات الفلسطينيين غالبيتهم من الأطفال والنساء بقصف إسرائيلي على قطاع غزة الإدارة الأمريكية تفرض عقوبات على شبكة لبنانية بتهمة المساعدة في توميل حزب الله منظمة العفو الدولية تقول إن الإيرانيين لا يزالون يتحملون العواقب المدمرة لقمع انتفاضة أميني الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان يزور العراق في أول زيارة خارجية له منذ انتخابه اشتركوا في القناة